قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي لها رفع أسعار الفائداء على عائدي الإداء والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الاعتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75% وأكد البنك المركزي أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية ناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار التانوية لصدمات العرض